بنشوف كل يوم وبنسمع عن ناس عاية جديد ملوش علاج أو ناس ماتت أو أم عندها طفل وحيد والطفل يموت أو أمور صعبة فيها كوارث وفيها أزا وفيها وجع وهنا نسأل نفسنا ليه ربنا يخلق شر كده في العالم الحقيقة ربنا ما خلقش شر في العالم تقول لي ما خلقش الشر مولا إحنا شايفينه ده إيه ارجع للخليقة بتاعت ربنا الأولى ربنا لما خلق العالم ما خلقش فيه شر ده خلق قدم وحوف جنة جنة مفيش أحلى من كده لا فيه كوارث ولا حتى حيوانات مؤزية مفيش شر ربنا خلق الإنسان عشان يعيش في خير واستمتاع وانبساط تقول لي مولا اللي إحنا شايفينه ده إيه قولك اللي إحنا شايفينه ده نتيجة اختيار الإنسان بحريته للحياة اللي إحنا عايشينها دي قدم وحوف كانوا عايشين في حضن ربنا مفيش أحلى من كده لما اختاروا يخرجوا براه ظهر الفساد والطبيعة قلبت عليه وهو قلب على الطبيعة بقى ياخد منها بطمع وهي تديله بطمع ربنا ساعة ما خلق الإنسان خلق كل حاجة صالحة ربنا خلق الجمال الإنسان هو اللي حوله لشهوة ربنا خلق الزواج آدم وحوف الإنسان هو اللي حوله لزنا ربنا خلق الأكل والاستمتاع بالأكل الإنسان هو اللي حوله لنهم وشراها ربنا خلق عطايا الإنسان حولها لطمع ربنا خلق خير الإنسان هو اللي حوله لشر طيب ربنا بصص للشر ده وساكت صحيح مش هو اللي خلقه مش هو مصدره بس ازاي يسكت عليه كده مش هو بيحبنا مش هو مايرضغش يشوف ام بتعيط على ابنها مش هو مايرضغش يشوف اطفال تيتمه الحقيقة ربنا مايرضغش تقولي دي كمان ربنا مايرضغش وسايبها اقولك الدليل ربنا لما نزل على الارض وتجسد وشوف نابع نينا وتعاملنا معاه هل يترى شاف ابن ارمال اتنين ميت وسبها لا قومه شاف العذر ميت شاف مريم ومارسة بيعيطه سابهم لا عيط جنبه وقوم العذر من الموت علشان كده لازم نصدق ان ربنا مش مصدر للشر وربنا بيتدايق من الشر بيتدايق اوعى تفتكر ان ربنا بعت انسان قاتل عشان يقتل واحد وييتم عياله ابدا ربنا مش هو لذقه اللذقه ده شره او الشطاء ربنا متدايق من اللي بيحصل تقولي بس كل حاجة بسامح من ربنا ليه سايب ان ده يحصل اقولك بسامح من ربنا لانه ما بيتدخلش في حرية الانسان ولكن وكلمة لكن تحتها مين خط كل الاشياء تعمل معنى للخير للذين يحبون الله حتى الازية دي ربنا بيركب بازل جنب بعضها للافضل ربنا يسمح بكل حاجة بمقدار الشيطان جرب ايوب بس بمقدار مقدارش هتعداء امين هو الله صحيح سايب حرية الانسان وحرية الشر لكن ربنا حاطط لكل امر حدود الله ضابط الكل من اجل مصلحة ولاده ثقف كده لما تشوف شر قدامك افتكر ثلاث كلمات ربنا ما خلقش الشر ربنا مش حابب الشر لكن ربنا بيحول الشر لخيرك لانه بيحبك